إذن وبعد طول انتظار تنتقل الأنظار من خارج البلاد في طنجة المغربية وتحط في غدامس داخلها فبعد جلسات عدة لأعضاء لجنة الحوار امتدت على مدار الأسبوع الماضي في طنجة وقبلها في بوزنيغا والسخيرات تفق الحاضرون على أطلاق جولة جديدة من المشاورات تبدأ صباح الأربعاء ولكن هذه المرة في غدامس وبحسر عضو مجلس النواب محمد رعيت فأن الجلسات الرسمية ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد وتستمر حتى مساء الاثنين يتم خلالها مناقشة أبرز الملفات التي تخص المرحلة المقبلة عضو لجنة الحوار عبدالقادر حويلي أشار إلى أن اجتماعات طنجة أسفرت أيضا عن تشكيل لجنة من ستة أعضاء تجتمع في طرابلوس لاحقا لاستكمال مخرجات بوزنيغا بخصوص المناصب السيادية كما أسفرت هذه الاجتماعات عن بيان ختامي جاء عقب جلسة ضمت أعضاء مجلسي النواب والدولة فقط شدد على التمسك بالملكية الليبية للعملية السياسية وضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب ويقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للاختيار وأكد البيان على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فعالة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وأنهاء الانقسام ووقف التدخلات الأجنبية وضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية وأطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين أما الآن وبعد انتقال الجلسات إلى ليبيا يتساءل مراقبون هل ستتمكن غدامس من إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد والبدء بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية إلى أخرى يكون الاستقرار عنوانا لها أم أن الأيام رأيا آخر